مرحبا مساء الخير نستمر اليوم في سلسلة المحاضرات التي تهتم بالفيلسوف ماركس وعلاقته باليسار الهيجلي وكذلك الفيلسوف الألماني فيورباخ طبعا كنا قد وضحنا كيف أن فيورباخ ساهم في نزع ماركس من التصور الهيجلي اليساري انطلاقا من مفهومه عن الاستلاب في مجال الدين طبعا مفهوم الاستلاب عند فيورباخ طوره انطلاقا من نقده للمسيحية في كتابه جوهر الدين المسيحي في هذا الجزء او في هذه المحاضرة سنستمر مع ماركس ولكن سنحاول ان نبين كيف ان ماركس حتى في مرحلة الشباب وحينما كان متأثرا بنظرية الاستلاب فيورباخية سيتجاوز في اجاباته الاجابات التي قدمها الفيلسوف الألماني فيورباخ وانطلاقا من معالجة نص ماركس المسألة اليهودية سنحاول ان نوضح كيف حاول ماركس انطلاقا من مفهوم الاستلاب وانطلاقا من موضوع التحرر الإنساني والتحرر السياسي من ممارسة نقد على اطروحات الفيلسوف الألماني الآخر والذي كان من اهم المعبرين عن المثقفين الهيجيليين اليساريين الشباب وهو برونو باور طبعا برونو باور كتب كتابات عن المسألة اليهودية وماركس يتعرض لهذه الكتابات في كتابه كذلك الذي عاون عنوانه والذي فيه سيمارس نقدا أو تجاوزا لأطروحات برونو باور كما سنرى ذلك في المحاضرة إذن فيما يخص الدين سيرى في أطبخ في الدين وفي كتاباته عن المسيحية أن الدين انعكاس للجوهر الإنساني وأن الدين لا ينزل من السماء وإنما من صنعه الإنسان السؤال يبقى السؤال إذن هو كيف الإنسان أو كيف يصد الإنسان أو كيف يصنع الإنسان أو يكون فكرته عن الدين إجابة في أوربخ لأن الجوهر الإنساني لا يمتلك واقعه معنى أن الواقع الإنساني هو في حالة غربة أمام الإنسان الإنسان والواقع هنا نجد مفهوم الاغتراب أو مفهوم الاستلاب الفيوربخي إذن الإنسان يتحقق من خلال مستويه مستوى الجوهر أي مستوى الجوهر الإنساني مستوى المفهوم ومستوى الواقع الإنساني وهو مستوى الاستلاب الواقع الإنساني نجد فيه عنصرين اثنين العنصر الأول هو الدولة والعنصر الثاني هو المجتمع هنا ينبغي البحث عن أصل الدين بالنسبة إلى فيوربخ والمجتمع والدولة ينتجان الدين لأنهما يحققان عالما أو ينتجان عالما غير متكامل أو عالم مستلم لماذا؟ لأنه عالم لا يتطابق مع الجوهر الإنساني الذي تم تعريفه في الفلسفة كجوهر حور وكجوهر حقلان هذا هو السبب الأول والسبب الثاني هو أن هذا العالم هو عالم يسود فيه البؤس إذن إنسان في هذه الحالة وفي هذه الوضعية الاستلابية ظهروا كأنه ممزق ومنقسم فهو يطالب بتحقيق جوهره ضد بؤسه الواقع الإشكالية ما هو أساس هذا الانقصام؟ ما هو أساس هذا الاستلاب؟ إجابة فيوربخ هي لأن الإنسان مفصول عن النوع الإنساني معنى أن الإنسان لا يعيش حياته في تواصل أو في انسجام مع التجمع الإنساني الذي يعيش فيه الإنسان يعيش في حالة يرى فيها الآخر وكأنه منافس له منافس له في العمل منافس له في الأعجب منافس له إلى آخر سنرى الآن كيف أن ماركس اطلاقا من مسألة اليهودية يتأثر بفيوربخ في نقضي برونو باور وكذلك يتجاوز إجابة فيوربخ بالنسبة لبرونو باور في المسألة اليهودية في كتاباتي عن المسألة اليهودية لكي تكون الدولة الإنسانية عليها أن تتحرر من الدين وماركس يوضح أن هذا الأمر غير كافي أن تتحرر الدولة من الدين فهذا لا يعني أن الإنسان حر في ظل هذه الدولة المتحررة من الدين هذا هو الفارق ما بين ماركس وفيوربخ وهنا سأقرأ ناس في فيوربخ من السوعب من أجل فهم يعني مدى الاختلاف بين برونو باور وماركس في طرح قضية المسألة اليهودية في هذه المرحلة بالداد إذن هو يتحدث عن اليهودية أو عن شخص اليهودية عندما يريد أن يتحدث عن اليهودية من الدولة المسيحية أو المسيحية أو المسيحية أو المسيحية أو المسيحية ولكن هل هذا اليهودي يترك أو يتحرر من أفكاره القضية الدينية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه برونو باور هذا برونو باور بالتالي هل له الحق في أن يطلب من الآخر؟ ما لا يمارسه هو يعني المعنى ما أن اليهودي لا يقوم بتحرر من أفكاره الدينية المسبقة فهو ليس في هل هو في حالة أو في وضع يمكنه من مطالبة الدولة المسيحية بالتحرر من أفكارها الدينية المسبقة هذا هو السؤال الذي يطلحه برونو باور أنهما اليتنام غير مستقل لا الدولة المسيحية مستعدة لتحرر من أفكارها الدينية المسبقة ولا اليهودي مستعدة أن يتحرر من أفكارها الدينية المسبقة aussi longtemps que l'État est chrétien et que le juif est juif l'un est aussi peu capable d'accorder l'émancipation que l'autre doit recevoir إذا استمرت العلاقة هي علاقة دولة مسيحية مع يهودي تتخلى على الدين معنى هذا على أن الدولة والمجتمع على الدولة والمجتمع أن يتحرران من الدين لكي تحل المسألة اليهودية في ألمانيا هذا هو الطرح الذي طرحه برونو باور لكن ماكس ما يوضحه ماكس في هذا النص هو أن هذه الأطروحة غير كافية لماذا غير كافية أولا لأن التحرر السياسي غير مرافق للتحرر الديني ولأن التحرر الإنساني ليس هو التحرر السياسي مثل ماكس هنا سيطرح نقطة سيد من خلالهما سيتطور نقده لبرونو باور أو سجاله النقدي مع برونو باور سيقول أن التحرر السياسي لا يعني التحرر الديني وأن التحرر الإنساني ليس هو التحرر السياسي البشر يعتقدون أو يؤمنون من الله لأنه مواقعيا محدودين في عالمهم العلماني مما يعني أن الدولة قد تكون دولة حرات هنا أن يكون الإنسان إنسان متحرد بمعنى تحرير الدولة من الدين لا يعني تحرير الإنسان بالضرورة الذي يعيش في ظل هذه الدولة وجود الحرية داخل الدولة بالنسبة إلى ماركس ليس إلا شكلا من أشكال الاستلاب والعبودية هذه هي الفكرة التي يقول ماركس والتي يعارض بها أطروحة اليسار لهيجي الدولة هي جوهر الإنسان المستلب الدولة دين الحياة الشعبية الإنسان يوجد في الدول حيث يكون متحررا سياسيا على شكلين حيث يتحرر الإنسان حيث هو موجود في دولة تحقق له التحرر السياسي يكون وجوده في ظل هذه الدولة وجود مستلب ومزدوج كيف ذلك؟ فهو يوجد كإسكافي كحطاب كنجار كعامل إلى آخره هذا هو وجوده الواقعي ويوجد كذلك مواطن ستويا يوجد داخل الدولة التي يتحقق فيها التحرر السياسي على مستوين اثنين مستوى الواقع ومستوى التجريد مستوى التجريد هو مستوى التجريد القانوني أي وجوده في كمواطن ومستوى الواقع هو واقع الاقتصادي أي نشاطه الانتاجي في حقبة تاريخية محددة أو في مجتمع معين كمواطن له وجود جينيريك يعني وجود صوري مجرد معترف به كإنسان حر داخل الدولة لأن هذه الحرية وهذه الكرامة وهذه المساواة غير معترف بها في هذه الحياة الواقعية المادية هو الإنسان المواطن الحر الذي يعيش الكرامة ويعيش المساواة يعيش وعلى المستوى الصوري المجرد القانوني ولكن هذه الحرية وهذه الكرامة وهذه المساواة غير متحققة في العالم الواقعي نحن نقترب من نقد فيورباخ للدين وللفكر الديني وكأننا الآن أمام محاولة لماركس يقوم فيها بتطبيق نظرية الاستداب التي طبقها فيورباخ والتي أنتجها فيورباخ في سياق نقده للمسيحية في مجال السياسة وفي سياق نقده لأطروحة برونو باورو كما نرد سنرد ذلك فيما بعد نقده كذلك لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإنسان يحب هذه الطبيعة الحقيقية أي أن يكون حراً داخل الدولة لأن هذه الطبيعة الحقيقية غير محققة في الواقع نفس الأمر يتعلق بالإنسان المتدين إنسان المتدين يحب تلك الطبيعة التي يسقطها على ما هو علوي على ما هو متعالي لأن ذلك الجوهر الإنساني الذي يراه فيما هو متعالي غير متحقق في الواقع نفس الشيء يتعلق الأمر في الحرية والكرامة والمساواة التي في وجودهم في وجودهم الصوري في داخل النظام القانوني إذن هنا ماركس يحافظ على الفكرة الهيجيلية القائلة بأن الدولة هي تحقيق للحرية للحق ولكنه يضيف ملاحظة هامة أن هذا المجال السياسي الذي فيه تتحقق الحرية والعقل هو مجال غير واقع هذه أول خطوة نقضية لماركس وكما نرى ذلك هذا بفضل فيورباخ اتجاه الهيجيلية واتجاه اليسار الهيجيلية صحيح الدولة إذن تحقق العقل والحرية ولكن تحققهم في مجال لا صلة له بالواقع معنى تحقق الحرية والعقل في مجال القانون في مجال الصوري المجرد من هنا نقضه لمفهوم حقوق الإنسان في كتابه المسألة اليهودية باسم الإنقيسان باسم الشرخ الحاصل بين روم جينيريك والإنسان الواقعي وباسم الإنفصال كذلك القائم بين حقوق الإنسان المجرد والشروط المادية والاجتماعية القائمة داخل المجتمع المدني يطور ماركس نقضه لمفهوم حقوق الإنسان فهو يرى إذن هناك يرى ماركس في مسألة اليهودية يرى وجود تناقض بين حقوق الإنسان حقوق المواطن التي تعرف البشر كأحرار كرام ومتساول وحقوق الإنسان التي تعرف الممارسة الواقعية الإنسان الإنساني داخل المجتمع البرجوالي هنا ماركس يضع هذا النقد ويرصد هذا التناقض ومن خلاله يطور نقده لمفهوم حقوق الإنسان طبعا ما العمل ما الإجابة التي يقدمها مارك في ضد كل هذا إذن نسبتي إليه ينبغي إذن البحث داخل تناقضات المجتمع المدني يسميه مجتمع الحاجات الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى إسقاط جوهره الإنساني في مفهوم المواطن إذا كان في أرباح كان يبحث عن الأسباب الواقعية التي تدفع بالإنسان إلى إسقاط مفهوم الجوهر الإنساني على ما هو متعالي في الدين المسيحي نأمك يقول ننبحث عن أسباب الواقعية التي تدفع بالإنسان إلى إسقاط جوهره الإنساني في مفهوم المواطن الذي هو غير متحقق واقعيا إذن هنا ماذا؟ كل بساطة كل فهولة يطبق نقد فيورباخ للدين والديانة المسيحية في مجال السياسة في مجال السياسة نقد فيورباخ كان مقتصرا على الدين نظرية فيورباخ في الاستداب كان موضوعها هو الكتابات الدينية أنه بنسبة إليه كي تتحرر ألمانيا عليها أن تتحرر من الدين الدين هو عائق من أجل التقدم يعيق تقدم ألمانيا هنا مرت انطلاقا من مفهوم الاستداب يستنتج النتائج السياسية لهذا المفهوم الفيورباخي في مجال السياسة وفي مجال نقل حقوق الإنسان الإنسان مستلع بأنه أناني يرى الآخر منافس بفكرة كذلك فيورباخية ما يحقق هذا الاستلاف وما الذي يجعله واقعا هو الأجان المال إذن لتحرير الإنسان ينبغي القضاء على التناقض بين مجال الاقتصاد ومجال السياسة بمعنى المجال الذي يكون فيه النشاط الإنتاجي أو العمل غير لا يحقق الجوان الإنساني أو يكون العمل المستلب بلغة المخطوطات 1842 ومجال السياسة هذا القضاء هو الذي يحدده المفهوم الذي طرحه ماكس في تلك المرحلة عن الفهوم الديمقراطية الفهوم الديمقراطية الراديكالية في كتابات الشباب هذا القضاء أو هذا القضاء على الشرخ أو القضاء على التناقض القائم بين مجال الاقتصاد ومجال السياسة بين مجال العمل المستلب ومجال حقوق المواطن وحقوق المواطنة هذا هو الذي يعرف مفهوم الديمقراطية الراديكالية في كتابات ماركس الشاب وهو مفهوم أريد له أو أريد أراد له ماركس أن يتجاوز به الأطروحات الليبيرالية الديمقراطية التي كان ينادي بها أنا داك اليسار الهيجيلي في هذه الديمقراطية لا يكون الإنسان منفصلا عن البشر من خلال الحاجات الإنسانية إذن ينبغي قضاء على ما يسمى البزوان ينبغي أن نحل مشكلات مجتمع الحاجات إذن ينبغي أن يكون الإنسان في حالة عيش مشترك وانسجام مشترك مع باقي البشر إذن أطروحة ماركس في المسألة اليهودية ممكن أن نقسمها إلى ثلاث نقاط مركزية النقطة الأولى هي التمييز بين التحرر السياسي والتحرر الإنساني أيما بين حقوق الإنسان والتحرر الإنساني لكي نقضي على الاستلاف الإنساني علينا أولا القضاء على التناقض بين الاقتصاد والسياسة وهذا ما يعرف الديمقراطية الرديكالية عندما الرصد الثالث والنقطة الثالثة هو أن مفهوم المواطنة غير كافي مفهوم المواطنة غير كافي وكذلك النقد الذي قدمه برونو باوار أو المعالجة التي قدمها برونو باوار للمسألة اليهودية غير كافية إذن هذا بشكل عام هو ما صار ماكس في هذا النص الذي هو المسألة اليهودية أي أطروحات الفلسفية الزائسية في هذا الكتاب طبعا في كل المرحلة الممتدة ما بين 1839 و 1845 كان في أرباخ كتابات في أرباخ كانت هي كالتالي كتابات في أرباخ في هذه المرحلة كتابات جيدة هامة فاهمت في تطوير فكر ماركس في مجال السياسة وفي مجال نقد الدولة الألمانية كتب في أرباخ إذن في نقد فلسفة هيك ثم كتب كذلك جوهر المسيحية وكتب مقدمة جوهر المسيحية ثم نشر كتابه مبادئ فلسفة المستقبل ثم مقال يرد فيه عن أحد المعبرين عن ياسار هيكلي وهو واشترنن لهذه النصوص التي كتبها في أرباخ ما بين 1833 و 1845 كان لها دور حاسم في الخروج بماركس من المشكلة اليسارية الهيكيلية مشكلة متقافين الليبراليين الألمان إلى طرح مفهوم جديد ومفهوم الديمقراطية الراديكالية ومع ضرورة القضاء على التناقض القائم بين مجال الاقتصاد ومجال السياسة اشتركوا في القناة